بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمْ مِمْ رِي تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل من يدلي لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مذ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمراج جعل فيها زوجين من نوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورا وجنات من أعناد وزر ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقبون وإن تعجب فعجبوا قولهم آهدا كنا ترابا آهنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النير فيها خالدون ويستعدلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذي أغفرة للناس على ظنهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منزر ولكل قوم آد الله يعلم ما تحمل كل غوثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بنقدير عالم الغيب والشهادة الكبير المتعار سواء منكم من أسر القول ومن دار به ومن هو مستقف بالليل وسارد بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله إن الله لا يغيرنا بقوم حتى يغيرنا بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وان هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويوشئ السحابة اتقال ويسبح الوعد بحمده والألائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد لحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفين إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكفرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخدهم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم دعلوا من الله شركاء خلق كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أوبية بقدرها فاحتمل السير زبدا رابيا ومما توقعون عليه في النير بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطن فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معهم نفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبيس الياد أفمن يعلم أن ما أوزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إلا ما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يحقبون الميثاق والذين يصيون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء ودي ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعدانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدين جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبركم فنعم عقوب الدين والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدين الله يبصر الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لما أوزل عليه آية من ربه قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أطلوبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتدلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكله إليه متاب ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل به الموتابا لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طارعة أو تحل قريبا من ديرهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استوزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زي للذين كفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكفرين النار والذين آتيناهم الكتاب يخرحون بما أوزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرك أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءك بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويسبك وعندهم أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن آنات الأرض لهم قصوى من أطرافها والله يحكم لا معتب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكو جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدين ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب